كانت فعليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج قد انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج وتشهد النسخة الحالية من المؤتمر حضور نحو ألف شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الشخصيات العامة وينقش المؤتمر في نسخته الرابعة عددا من المحاور الرئيسة المحور الاقتصادي والاستثماري المحور السياسي والتعليمي المحور الاجتماعي والخدمي هي النسخة الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمرات الثلاثة السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج حيث جاءت النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بمشاركة أكثر من ألف شخص من نحو 56 دولة حول العالم جاية أشارك وأكترح بعض الاقتراحات وأستفيد أكتر وأعرف إيه هي الخطة الاستثمارية الجديدة وأكترح إيه بخبرتي لإزاي المصريين اللي في الخارج يجوا ويشاركوا ويعمروا مصري جديدة جميلة بقى نهاردة لما بنجمع مجموعة من المصريين في الخارج وننزل كلنا مصر ونفتح شركة نقدر نبقى نموذج جيد أو نموذج ممتاز للتشجيع للساسمار في مصر إن شاء الله الشركة دي ستتخصص في تخصصات تساعد الساسمار وتبقى نموذج ناجح للتشجيع للساسمار في مصر قلنا بكل فخر بندعم القيادة السياسية وتوجهات في خامة الرئيس وحسوا على مصريين في الخارج في الوقت الحالي اهتماموا بابناء الوطن في الخارج والداخل ده ده مؤشر والحافظ أن نحن نيجي باستمرار المؤتمر الثاني والثالث والرابع ولو في الخامس كمان المؤتمر يعكس وصول جهود الدولة إلى المصريين بالخارج في كافة دول العالم كما يعكس رغبة المصريين بالخارج في التواصل مع دولتهم واثقتهم بها حيث يمثل المؤتمر فرصة لاستعراض طلبات واحتياجات المصريين بالخارج والاستماع إلى اقتراحاتهم في إطار الرأي الجديدة للجمهورية الجديدة للدولة المصرية في 2030 وتحت رعاية في خامة الرئيس أن المصريين بالخارج يحسون أن لهم دور في صناعة القرار وفي التواصلات الجديدة ده شيء مهم جدا جدا المصريين بالخارج وطنيين جدا جدا بيحبوا بلدهم قوي قوي أول ما بلدهم تقول لهم احنا محتاجاكم انا محتاجاكم المصريين بالخارج بيلبوا النادى الفورة إنجازات كثير بتحصل ودايما بلاقيه في تغير والدنيا دايما بتتقدم وطبعا بشكر الدولة المصرية إن هي بتعمل مؤتمر للمصريين في الخارج فرحنا جدا إن أنا قادرة أشارك في المؤتمر ده بالذات إن أنا كون شابة وإن أنا قدر كمان أسمع أفكار ناس التانية دي بنسبة لي فرصة جميلة جدا إن أنا برضو أسمع أفكار مصريين في الخارج ويعني أنا فرحنا جدا إن أنا قدر كمان إن أنا حتى أشوف المصريين بالخارج عشان لي فرصة مرة في السنة إن كل المواصرين من خارج يجمعوا هنا في الكهرة في مبادرة قد قمنا بتقدمها للوزارة وجاري دراستها وإن شاء الله رب عامين جاري تطبيقها بإذن الله رب عامين خلينا سند لبعض المبادرة فيها بعض المحاور المحاور القانونية إن إحنا بنقول للمصري قبل ما يسافر قبل ما يجيه للعقد ندرس له العقد من خلال وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الهجرة نقول له العقد ده صالح قانونا وحافظ حق ولا إحنا بنقول للمصريين في الخارج دايما وأبدا ورد دولة المصرية وإحنا داعمين هذا الوطن ورغم بعدنا من المسافات لكن إحنا طول عمرنا متواصلين وإحنا الجسر بين الجيل الأول والجيل الثاني وإحنا مهتمين جدا بكل الإنجازات اللي بتحصل في عهد القيادة السياسية الموجودة حاليا النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي حيث أصبح مؤتمر المصريين بالخارج الوجهة الأولى التي تعبر فعليا عن كل مصري بالخارج وانعكاس لتطلعاته وآماله وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم أحمد الحسيني التلفزيون المصري